اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بان الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل خاصة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكك الحديدية والبالغ حوالي 250 مليار جنيه وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وانشاء خطوط جديدة لربط مختلف انحاء الجمهورية خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية كما وجه السيد الرئيس بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري انشاؤها او تحديثها على مستوى الجمهورية على نحو يتناغم مع الاطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني الحديث والقضاء على العشوائيات والارتقاء بالخدمات العامة واوضح المتحدث الرسمي ان السيد وزير النقل عرض خلال الاجتماع مديونية الوزارة بالتفصيل حيث تدين الوزارة للبنك المركزي بحوالي 100 مليار جنيه بالاضافة الى 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا كما عرض السيد وزير النقل الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير اسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة وتجديد وصيانة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بالاضافة الى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع فضلا عن دعم منظومة الموارد البشرية والعملين بهيئة السكك الحديدية واضاف المتحدث الرسمي ان الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكبار الجديدة بمختلف المحافظات خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد انشاء عدد من المحاول الرئيسية على النيل بما فيها جهود تطوير الاراضي المحيطة بتلك المحاور بالاضافة الى مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطعاته المختلفة وكذلك تطوير كل من طريق القاهرة أسيوت أسوان بطول 1055 كم وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي كما تطرق الاجتماع إلى جهود التطوير الشامل لميناء الإسكندرية وزيادة مساحة ظاهر الاراضي للأرصفة به وتطوير الخدمات والدائرة الجمركية بالميناء وانشاء جراج متعدد الطوابق للسيارات الواردة من الخارج إلى جانب تطوير ميناء الدخيلة وربط الميناءين بثلاثة محاورة رئيسية بالطريق السحلي الدولي كما عرض السيد وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة فضلا عن الموقف التنفيذي للخط الثالث لمتر الأنفاق وكذا ربط محطة عدل منصور بمطار القاهرة الدولي اشتركوا في القناة